وصلنا تقريباً من أول السنة عم نسمع بنموذج تشار جي بي تي هيداً النموذج اللي أخذ العالم بغفلة إذا فينا نقول كلنا صرنا بنعرف أنه قادر يكتب نصوص بشكل شبيه بالبشر وكمان في جاوب على أسئلة بس بدي منك تخبرنا أكتر شو هو تشار جي بي تي فهو مثل أنت عم تقول نموذج أطلقته شركة أوبين اي اي بالدجارب ما فطير بـ technical terms بس هو بسمون language models يعني هو نموذج مدرب على كمية نص هائلة big data يعني وهدفه يقدر يعني يولد to generate text بطريقة كأنه الإنسان يعني فأنت فيك تطلب منه يكتب لك شي أو تسأله سؤال يعني هو تشار جي بي تي هو مبنى على موضل اسمه جي بي تي 3 جي بي تي 3 هو موضل اللي عم بحكي عنه language models يلي هني بيخلقوا نص نموذج لغة مثل ما عم تقول نعم بسمون هني large language models أو نموذج لغة large أنه هني كتير كميات ال data أو البيانات اللي بيستخدموها اللي يتدربوا عليها بتكون كميية هائلة هو مثل ما عم نحكي حطوها بشات انترفيس سوفينا نحنا ندردش معه مثل كأنه هو تشات بوت دردش يعني بينك وبين الزكالي استراعي وبهالطريقة بتسأل تطلب بانه مثلا نكتب لك نص بتطلب بانه يساعدك بكذا شغلة هنحكي عنه بعدين باتات طيب بدي اسألك بصفتك خبير بمجال الزكالي استناعي خبرني هل اطلق هيدا النموذج كان اجا كصدمة بالأول أو كان هيدا شي متوقع بالوسط يعني الزكالي استناعي بالمجمل لا هو بطمئنة عم تقول ما كان شي صدمة للي بمجال التكنولوجيا ولي عم يتابع هول التطورات لانه هو يعني جي بي تي اول موضل اول نموذج طليع كان ب2018 ممكن 19 رجع طلعت جي بي تي 2 جععت جي بي تي 3 وشات جي بي تي هو جي بي تي 3 مع شات انترفيس اذا بدك فهو ما انه شي جديد بس هي لانه طريقة الاستخدام طبعه ستت كتير سهلة قبل لتجي بي تي موضلز الابل كنت مضطر تستخدم شي اسمه اي بي اي يلي هي طريقة المبرمجين بيادر يحكم مع او مع موضلز معينين كان شوية يمكن مش هيني لحيالة شخصي يقدر يستخدمو لانه فوضتنا علي التشات انترفيس وصار عبارة عن تشات بوت فيك تحكي معو كأنك عم تعمل تشات مع حيالة حضا فصار فجأة مما كان عم يستخدمو فات على المينستريم وعملت هاتي الضجة كله تمام تمام طيب هيدا كتير سلنا سامعيني انه هيدا النموذج صار يستخدمو الطلاب الجامعات والمدارس يعني لغاية اكاديمية بالمجمل السؤال بدي اسألك كيف فينا او اذا فينا اصلا نكتشف اذا هذا الشغل معمول اذا طالب عم اقدم شغل معين اذا معمول من قبل الزكاية الاصطناعية او اذا هو كاتبه يعني طالب بحد ذاته ايه طبعا هدا شيء يعني كل العالم خافت منه انه كيف عم بأثر على الدراسة وعلى الهوموركس والاسايمينز فهو اول شغلة اوبن اي اي هن قالوا انه لو حيعملوا طول اكتشلي بتقدر تقلك اذا هيدا التكست كتبوا اوبن سوري كتبوا تشات جي بيتي ولا كتبوا انسان وفي حتى عالم عاملين طول اسمه زيرو جي بيتي يلي هي كمان بتعطيها التكست بتقلك اذا مكتوب من تشات جي بيتي ولا لا بس كمان فيك يعني فيك تتحيل عليها هيدا بانك تاخد التكست من تشات جي بيتي تقطعها في كتير التولز اونلاين بيخلوك تريفريز اذا بدك او تعيد سياغة التكست طبعاك صح فبهالطريقة فيك تقطع تشات جي بيتي تكست تعيد السياغة طبعا وتقطعه كأنه يعني ما بيقطعها لانه ما كأنه يعني تشات جي بيتي كتبوا يعني بطريقة ما فينا نقول انه شوي صعب علينا نكتشف اذا تشات جي بيتي كتب هالخبر او لا بسبب وجود عدة تطبيقات يمكن فيها تساعدنا انه نتخطى فكرة انه هيدا الزيرو سوري سرشتنا زيرو جي بيتي بعتقد اسموه هيك شي بس لا هلأ يس لا هلأ بعد انه مش كتير هيني نقدر نكتشف اذا اي اي كتبه ولا لا طب في سؤال كتير ناس عم تطرحوا كيف عم يقدر هيدا النموذج يقطع بامتحانات سمعنا باماركا عم يقطع بامتحانات طب ومحامات وشي يعني العالم البشر العادية بتتعذب لتنجحهم فكيف عم يقدر يقطع هيدا امتحانات هو بك تعرف كيف كيف تعمر او كيف نبنى هيدا الموضل عرفت هيدا النموذج قطع على كمية كتير كبيرة من المعلومات اللي هي موجودة اونلاين منها كتب الطب كتب المصلا اللقوانين الليجل وغيرها فهو قطع بهالمعلومات وتعلم كل شي فيه معلومات موجودة على الانترنت نوعا ما فوقت تجي تستأله انت سؤال معين لحي تطلع على كل المعلومات المخزانة هو ولحيجيبك بطريقة مؤنعة كأنه البشر عم يجيب فهو بهالطريقة قدر يقطع هول الامتحانات لأنه هن بالنهية نوعا ما عم بيطلبوا بأنك تعيد إذا بدك تكرر معلومة معينة أو فهم معين يعني فمنهم معلومات مثلا منهم math equations فبنهية هو عم يولد نص تكست وهذا الشي عم يجيب على الأسئلة يعني من المعلومات اللي هو عم يكتشف يعني من الانترنت بالمجمل يعني موجودة هي مية مية معلومات موجودة تعلم عليها وعم بعيدة يعني بس ما هون السؤال إنو تشارجي بيتي بيقولوا أنه هو زكاء توليدي أو جنراتيف اي 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 يعني هل عنده الإدرا يخترع شي من عنده أو لا لا نطري لي لأنه هو الفكرة أجان هو يتعلم على بيانات موجودة كانت عنا كتبون الإنسان يعني تجمعنا من الانترنت النصوص المكتوبة الكومانس وعلمنا عليهم هذا الموضل فهو موضل شغلته إذا بكتفوت بتفاصيل كيف يشتغل شغلته يتنبأ تاني كلمة تجي بهالجملة يعني بعد ما أقول أنا هالكلمة شو ما أقول تاني كلمة تجي محلة وهو نموذج مية مية مبنى على الإحصاءات فبيتنبأ شو هي أنه تجي هالكلمة بهالجملة محلة بالجملة فبهالطريقة مع أكيد كمية فكابولير أو المعجم طبعا وممكن كتير جواسي يعني أنه تتعلم على كتير داية تكبيرة بيقدر يركب جمل مؤنع على الدرجة أنه بتحس أنه آه واو أنه نموذج أي آي كمبيوتري بيقدر يكتب كأنه إنسان عم يكتب طب السؤال اللي كلنا عم يسأله إذا فينا نقول وبنفس الوقت كمان خايفين يعرفوا جوابه هل حيجي نهار يستبدل الزكاية الاصطناعي البشر بسوق العمل؟ ما فيقلك كم مرة لحدا يسألني هذا السؤال لك السؤال الجواب الأصير هو أنه لأ أكيد مش هيستبدل على آخر بس في جواب أطول يلي هو أنه الآي آي ما لح ياخد محلك بالشغل بس حدا نعم استخدم الآي آي لح ياخد محلك بالشغل لأن الآي آي أو الذكاء الاصطناعي هو أداة التسطول ومثل ما أنت هلأ تستخدم مثلا سوفتوير، بروغرامز، كمبيوتر لتعمل شغلك تلات تربيع الوظائف هلأ بنعملوا نوعا ما على كمبيوتر ممكن مش كلهم بس في كتير كمية منهم فنفس الشيء الآي آي هو سوفتوير، هو بروغرام متطور شوي زيادة عن كارنت للسوفتويرز اللي بنعرفهم وبيخول حيلا حد عم يستخدمه ويعطيه يساعدوا بيعمل شغله أهيان وأسرع وبطريقة أحسن فإذا الشخص عم يستخدم هيدا التول، هيدا الأداة لحيقدر يعمل شغله أسرع منك وأحسن منك وميبي بطريقة ما بعرف أسكا شوي فهيدا الشخص هيخد محلك مش الإي آي بحث زيته هيخد محلك بس يعبت في خطر من هالناحية فمننصح العالم شوي بارك تفوت أكتر أو تتعلم أكتر عن الزكاة للسناعة وكيف تستخدمه أنا هيدا بقوله للكليان أنا مصح كل العالم لو منهم بمجال التكنولوجيا أنه يفوتوا يتعلموا شوه مجال الإي آي لأنه في كتير عالم بقوله خي أنا ما بشتغل بالتكنولوجي آخر همي ما بفوت فيها بس ما هلأ هيدا الإي آي فات على كل المجالات إذا أنت بالزراعة بالطب بالمحامات بالماركتينج بالفايننس كل المجالات عم يستخدموا آي آي وفيت عليها وغير كتير قصص فما فيك بقى تقوله أنه هذا مش مجالة إلي أنت عيش بعالم في إنترنت في عالم ديجيتل آي آي is part of it مئة بالمئة طيب شو ما عمقول إنه هي مخاطر استخدام تقنية الزكاة الإصطناعية التوليدة وإذا في مخاطر كيفينا نجنبها في كذا مخاطر فينا نحكي عنه أول شغلة خصوصي بموضوع TGPT العالم تفكر أنه لأنه جاوب طبعه مؤنع يعني جاوبه صح وهيدي مشل كتير كبير لأنه هو منه ما بيحلل ما منه زكي لا يحلل هو بس مثل ببغة يعني حافظ أصاس وبعيدة بطريقة بتحس أنت أنه آه واو لك شو زكي يعني فهيدي المشلوق نوات بسأله أسئلة بيعطيك جاوب بتحسه مؤنع بس جاوب بيكون غلط سو دائما دائما لازم نعمل فاكت شاكينج أو نشيك على المعلومات دائق المعلومات دائق صح كلمان نتأكد أنه هيد الشي مظبوط فيه كمان مشاكل تانية عم تصير بي مش بتشارجي بيتي بس بال أي آي طبع الامجز يلي بيوالده صور صحي هي أنه كمان أواتير أنه تعلموا هني على صور علم اختتاء أو رسمين رسمينه فأنه شوائم نوعا ما عم بييخدوا مثل حقوق الملكية طبعا هيدا الفنان وما عم بيعطيوني كراديت يعني ونحن عم نقول آه واو لك شو قوي ميت جورني أو دالي اللي هنا نموذج أي آي لرسم 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 فأنه ننبخ فيهم بس هي حقيقة اخدين يعني عظهر الفنانين اللي تعبوا بالشغل يعني عم بيخدوا شغل فنان هو يعني بشر يعني عم بيخدوا شغل البشر وعم عم بوالده منهم أفكار صح صح ونحن عم نعطل متل ما بقولوا كل التقدير للزاكية الاصطناعي بدل ما نعطيه للبشر للأسف نعم نعم طب أنا آخر سؤال بدي اسألكي شوفينا ننتر من نموذج شارجي بيتي فور اللي مفروض ينزل ومن هيدا التقنية بالمجمال مع الأيام اللي جاي أكيد بكل شي اللي حيتطور يعني النموذج كاي آي عم يكبر وكمية الديتا اللي عم ينعمل له الترينينج عليها لح تزيد هلأ في شغل صغير يبدأ قوله أنه على السوشل ميديا صار فيه متل صورة وعم زي ممكن شفتها بتحط لك حجم تشا جي بيتي ثري أو جي بيتي ثري يعني هلأ و جي بيتي فور كمية البيانات اللي يتعلم عليها هيدا الصورة مانا كتير مصبوطة يعني أنا حضرت انترويو لسام ألتمنت اللي هو سي او طبع عم يحكي عن هيدا الموضوع فقالهم أنه الصورة غلط بس أكيد جي بيتي فور أو جي بيتي فور اللي حيكون مطور أكتر اللي حيكون أسكى وعم بيحل المشاكل اللي هلأ عم نشوفها يعني فهني طريقة اللي تنزلوها بإذا بدك نموذج التشات بوت كرميل ياخدو فيدباك من العالم يعني وتحكي معو بيتعلم أسرع في عنده طريقة مثل بيخدر الأجوة منك وبيتعلم ويزبط حاله بطريقة أسرع سوفينا نتوقع أنه الجي بيتي فور يكون أسكى ويكون بيخبه إذا بدك معلومات بيغطي معلومات هلأ بشو ما بيغطيها الجي بيتي ثري يعني حيكون نموذج محسن من جي بيتي ثري هلأ أكيد أكيد طبعا أنا بدأت شكر كتير كريستوفا حضورك معنا و thank you so much thank you for having me شكرا